من لندن ينضم إلينا مرسلنا جياب أبو صفية جياب أهلا بك يعني ضعنا في صورة هذه التطورات الخاصة بعدم التوصل الاتفاق مع أوروبا من بريطانيا وهناك أنباء عن نشر قوات أيضا بريطانية وكان هناك أنباء عن نشر قوات أوروبية نعم يعني هذا الشد والجذب في لحظاته الأخيرة الكل يطرح أوراق القوة على طاولة هذه المفاوضات الحاسمة في اليوم الحاسم يوم غد يوم الأحد الكل يستبعد التوصل إلى هذا الاتفاق ولكن ربما هناك إن حدثت معجزة أن يتم التوصل إلى الاتفاق ولو على الأقل بشكل مبدئي ينظم حركة مرور البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا وبالعكس بالإضافة إلى العديد من معرقلات هذا التوصل إلى هذا الاتفاق أهمها عملية الصيد في بحر ألمانش ضمن المياه الإقليمية لبريطانيا التي قالت وزارة الدفاع أنها جهزت أو طلبت تجهيز أربعة سفن حربية مدمرة عسكرية للتحرك بداية من الأول من يناير وهو موعد خروج بريطانيا التام واليوم الأول لخروجها من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية هذه القوى العسكرية ربما كانت صادمة لأوساط سياسية أوروبية بالإضافة إلى داخلية بريطانية رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني التابع لحزب المحافظين انتقد بشدة هذه الخطوة البريطانية أن يكون هناك عسكرة لضمان سيادة بريطانيا في مياهها الإقليمية مع جيرانها الذين هم أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو أيضا أربعة عشر ألف عنصر من الجيش البريطاني سيكون هنا جاهزين لتنظيم عملية دخول وخروج البضائع التي يمكن أن تكون هناك تكدس كبير وأيضا هناك ستفرض إجراءات كبيرة جدا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لا مؤشرات حتى هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق وتنازل أي من الطرفين في هذه المفاوضات الصعبة جدا والتي طال أمدها ولكن غدا لنظره إلى قريب لنرى إلى أين ستقول هذه الأمور سأترقب جميع نتائج هذا الاجتماع شكرا جزيلا لك من لندن ورسلنا جياب أبو صفية